مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة اليوم. وكالعادة اتمنى ان تكونوا في تمام الصحة والعافية. في حلقة اليوم سوف اشاركم دائرة الالكترونية خاصة باشارة المرور والتي قمنا بتصميمها اه في عدة حلقات سابقة او حلقات قديمة. يمكنكم العودة الى القناة ومراجعة الفيديوهات. سوف تجدون اه مجموعة من الحلقات قمت بتطبيق في هذه الدائرة. والان سوف نقوم بتصميمها على بطريقة اخرى. اه وفي الحلقة مقابلة ان شاء الله سوف نقوم بتصميمها على كالعادة. اذا كي لا اطلع عليكم. سوف نقوم بتصميمها من الصفر. تابعوا معي. بداية نحن بحاجة الى بطاريا كالعادة تسع بولت او اتنع عشر اه سوف نحتاج الى هذا الاي سي اربعون سبعة عشر شهر جدا. نقوم بالشغل به في عدة حلقات سابقة. وايضا اي سي خمسة بائة وخمسة خمسون. تعلات خمسات. اذا نقوم بربط تمانية مع رقم اربعة. والذي سوف يكون هو الموجب. اذا نحتاج الى مكتف واحد مايكرو فارد سوف يكون بين الرجل الرقم واحد. ورقم اتنين. نحن بها جائر المقاومة سوف تكون بين رقم ستة ورقم سبعة. اه ونقوم بربط اه رقم ستة مع ال بين رقم اتنين. هذه الدائرة التي يقوم ببينها الى الان نقوم بتصميمها في عدة حلقات سابقة من اجل انشاء ال او السكوير ويف. اه اذا هنا سوف نحتاج الى مقاومة ايضا بين ال بين الرقم اربعة وثمانية وال بين الرقم سبعة. اذا الموجب مع ال بين ثمانية واربعة والساليب مع ال بين الرقم واحد. اذا من نسبة للمقاومة سوف تكون في حدود سبعة واربعون كيلو اوم كلا المقاومتين. اذا سوف نذهب الى الاي سي نقوم باخد سوف نقوم بربطه مع الساليب. ثم هنا لدي الكلوك. الكلوك سوف يذهب الى البي رقم ثلاثة بحيث البي رقم ثلاثة يقوم باخرج لنا او الموجة المربعة. اذا لاحظوا معي. اذا سوف احتاج الى مجموعة من ضيوتات. ثم سوف اختار هذه الضيوتات كيف ما كان نوعها. ولي يكون اربعة الف وسبعة. ثم كل ضيوت سوف يذهب الى بين الخاص به. على هذا الشكل. بحيث عندما يكون الكلوك موجب تنتقل الاشارة من كيو صفر الى كيو واحد. ننتظر مرة اخرى عندما تكون اشارة موجبة مرة اخرى. في الكلوك تنتقل من واحد كيو واحد الى كيو اثنان. وهكذا. اذا هذا الاي سوف اقوم بتخصيص له حلقة خاصة لشرحه. في احد الحلقة السابقة المقبلة ان شاء الله. اذا هنا قم بعمل اطربت مع الضيوتات. اذا هنا قمت بجمع الضيوتات مع بعضها بعض من جهة السالب. اه كي عندما تخرج اشارة من الكيو صفر لا تدخل الى الكيو واحد. وعندما تخرج من الكيو واحد لا تدخل الى الكيو اثنان او ترجع الى الكيو صفر. وهكذا. اذا هنا قمت بربط الضيوت في الجزء التاني قمت بربط الضيوت الاول بشكل جيد. ولكن يجب وتخطي بين. من اجل الحصول على ال 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 وسط ان ينطفئ و يشغل ينطفئ ويشغل. 존 على هذا الشكل انتما سوف القمت بحد فهذا. يعني دايود هؤلاء كم longue vaisل PH! وهذه ال ال وسطة سوف تكون لل PRO il D البرتقالي. إذن طيوط الأخيرة سوف تكون للليد الأخضر أو الليد الأحمر إذن الرساة لن أقوم بربطه مع أي بين سوف أقوم باستغلاله أيضا إذن سوف نحتاج إلى مقاومة بحدود واحد كيلو أو من مئة وعشرون ضول أوم إلى واحد كيلو أوم إذن هذه الليدات إذن الليدات سوف نقوم بربطه بهذا الشكل هذا أرض أيام السالح الليدات الوسطى الليدات الأخيرة الأمد إذن إذن واجب وضع هذا أيضا في سالم البطارية هذا هو الأرض واجب وضعه في البطارية كي يشغل إذن لن أقوم بتشغيل لاحظوا معي الموجة أو السكوير ويف شغالة لكن الإضاءة غير موجودة لكن في الواقع إذا كنت بتطبيق هكذا سوف يشغل معك فقط في السيميليشن كما يوجد هذا المشكل إذن سوف أعالج هذا المشكل في السيميليشن لكن في الواقع سوف نشغل بهذه الطريقة على اللوح البريد وفت إذن سوف نشغل ما يسمى بالبوبوب المنطقية إذن لم تكن تعرف ما هي البوبوب المنطقية فقد شرحت عدة بوبوبات منطقية سابقة لن يمكنك العودة إلى البيئات السابقة أو سوف أتركها لك في أسفل الوسط كما يمكنك العودة إلى الواقع وقد أتركها لك في السيميليشن كما يمكنك العودة إلى الواقع إذا ماذا سوف نفعل الآن سوف أقوم بتجربة إضافة بوابة منطقية أخرى إذا سوف أقوم بتذكير هذه البوابة المنطقية العكسة تقوم بإدخال الإشارة السالبة ثم تقوم بعكسها إلى إشارة مجابة هذا هو دورة إذا سوف أقوم بتجربة مرة أخرى إذا اللذات لم تشغل وهذا مشكل آخر إذا ما سوف أقوم به الآن سوف أقوم بقلب اللذات تشغل بالعكس أي موجب اللذات سوف يدهب إلى موجب البطارية مباشرة ثم سوف أقوم بربطه مع المقاومة بهذه الطريقة سوف أقوم بتجربة مجابة اللذات ثم أقوم بربطه مع الموجب مباشرة موجب البطارية لنقوم بتجربة الآن لاحظوا معي لكن يوجد مشكل آخر هو اللذات التي سوف تلعب الطاول اللذ الأخضر يشغل مع المرتقال والأحمر وهذا مشكل إذا سوف أقوم بإزالة السلك كيو عشرة وأقوم بربطه به الريسيت بهذا الشكل قم بتغيير ألوان اللذات هناك شيء آخر لم أنتبه له هو المقاومات المقاومات قمت بجعلها 40 كيلو أوم ولا أقوم بتغييرها إذا لاحظوا هناك مشكل آخر مشكل اللذات متوقف على اللون الأحمر إذا هذا مشكل الريسيت يجب إزالة الريسيت ووضعي في الريسيت كيو عشرة نلاحظوا معي لكن اللذات الأخضر لا يقوم بجابات لمدة طاولة إذا وجب زيادة بينات أخرى إذا ما سوف أفعل به سوف أقوم بإزالة دايود من اللذات الأحمر وإضافة دايود للواء البورتقالي في البين الثالث عفوا هنا سوف أقوم بتخطي البين بهذا الشكل ثم كي أحصل على البين زائد في الأسفل بأن هذا الـ IC به فقط 9 مخارج 8 مخارج لاحظوا معي 2 مخارج الأحمر ثم الأصفر. اذا انا قمت بتسريع الفيديو لذلك تنتغل بسرعة. يمكنك لتحكم في سرعة هذه الليدات يمكنك اضافة مقاومة متغيرة بين بين رقم ستة و سبعة بدون تغيير المكتف. الان سوف نرى على البي سي بي. اقوم بتصميمه على لوح بي سي بي. انا فقط سأوريكم الطريقة التي سوف تقومون بها لكم الحرية. مما انا سوف اقوم بتصميمه على الريد بورد. اذا سوف تظهر بهذه الشكل. ننتظر حتى يتم رسم المسارات. اذا نتم رسم المسارات بشكل جيد. ثم تقوم باخراجها على الورقة ثم تقوم بطبيعة على لوح البي سي بي. كما قلت لكم الدائرة المخطط الذي رأيناها الان. التحديدات التي سوف تقوم بها في هذا المخطط. هي التي سوف تقوم بوضعها. بدون اضافة الاي سي العاكس. او البوابة المتاقية العاكسة. وتقليل المقاومة الى واحد كيلو او. هذه الملاحظة التي اود ان اقولها لكم. اذا وصلنا الى نهاية هذا الفيديو. اتمنى انكم قد يسابتم وفاهمتم كيفية تصميم هذه الدائرة. الى حلقة مقابلة ان شاء الله. مع التطبيق. وترجمة نانسي قنقر حologique واحد ح velocity ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة